اشتركوا في القناة كبار الصحابة فبينعشوا امر كده معين فسيدنا ابو ذر قال والله اني ارى كذا وسيدنا خالد اني اقال اني ارى كذا وكلو حبيقول رأيه عند رأيه سيدنا ابو ذر جي سيدنا بلال قال ايه لأ اني ارى ان هذا الرأي خطأ او مش مظبوط او مش صح او ايا كان طيب رد عليه بقى سيدنا ابو ذر رد على سيدنا بلال قال له ايه حتى انت يا ابن السوداء تخطئني ده ابو ذر صحابي بيقول للميل لمؤزن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سيدنا بلال بيقول له ايه حتى انت يا ابن السوداء تخطئني يعني انت كباب بتغلطني طبعا ده كانت مشكلة كبيرة جدا وسيدنا بلال الدايق وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي يا رسول الله الم ترى ماذا قال لي ابو ذر قال له قال لك ايه قال عيرني وقال لي يا ابن السوداء طبعا غضب النبي وقال ائتوني بابا ذر رحوا بقى جابوله سيدنا ابو ذر فسأل سيدنا ابو ذر يا ابو ذر انت قلت كذا انت قلت لبلال حتى انت يا ابن السوداء تخطئني قال له نعم يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابو ذر انت رجل فيك جاهلية يعني الجاهل لسه جواك الجاهل عشان 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 نيجي موضوع حلقة طب رد فعل ابو ذر ايه ايه اللي يعمله بقى ابو ذر لسيدنا بلال عشان يصلح الخطأ بتاعه ذهب ابو ذر لسيدنا بلال وراح لسيدنا بلال ما تكلمش وده هنيجي ليه طيب عمل ايه بقى جي ابو ذر رح هتطرق خده كده على الارض كده هون وقال لسيدنا بلال لقى ارفعن خدي حتى تضع قدمك فوق الخد الاخر يعني يحط لمؤاخذة بقى جزمته كده فوق الخد الاخر عشان يسامحوا ويقبل اعتذار طب احنا موضوع بقى حلقتنا ايه بقى النهار ده حلول الازمات بالاعتذارات اول الاعتذار ده حاجة كده قوية جدا ده حاجة رهيبة جدا ده بتمنع حروب ده بتمنع ازمات رهيبة جدا اعتذار بسيط طب والاعتذار ده علم او يعني بيتعمل بحاجات كده معينة ولا كلمة انا اسف فهي ده الاعتذار للأسف احنا فاهمين الاعتذار في كلمة انا اسف انما ده علم وعلم مجرب وعلم الناس بتتدرب عليه وروساء وزراء بيتدربوا عليه وروساء برضو بيتدربوا عليه واي حد مسؤول بيتعامل مع حد بيتدرب على العلم ده طيب عايزين بس نقول حاجة كده بسيطة امير الشعراء احمد شوكي بيقول ايه الجهل لا تحيا عليه امته فكيف الحياته على يد ازرائيله الجهل لا تحيا عليه امته فكيف الحياة على يد ازرائيله ازاي هتعيش على يد ازرائيله اللي هو الجهل طب ايه تاني بقى الحكمة تقولك الناس صنفين الناس صنفين موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياؤه علم عازين نقول أهمية العلم طيب الحكمة بقى بتاعة القدماء المصريين بتقول إيه العلم غاية الإمام بالله والجهل غاية الكفر به طيب آخر حاجة بقى عازين نتكلم عن العلم أو الإطلاع أو القراءة القراءة معرفة والمعرفة كوة والذين يقرؤون لا ينهزمون احنا بنماهد بس عشان نقولك الأزمة بتتحل وفيه علم ولا لأ طيب ده كلام جميل أو تعال نتكلم كده عن الإعتذار بقى إيه هو الإعتذار كعلم الإعتذار على رغم من تكلفته تقيل على النفس ولكنه بيكون في صالح الشخص المخطئ يعني أنا أخطأت واعتذرت بيبقى في صف أنا طب ليه؟ لأن المسائل إيه؟ لو أنا سبته هينتقم طب إيه هو الانتقام؟ كرباج الشيطان كرباج الشيطان بيقعد يضرب بيه كده ده الانتقام يبقى المعتذر بيتلاشى بقى الانتقام ده أدي أول حاجة الإعتذار الإعتذار مهارة غالية وفي غاية الأهمية للقادة لأي قاد لما اعتذر دي مهارة غالية جداً ليه؟ بتظهر مصدقيته فالناس تيجي ليه وهنشوف ده دلوقت طيب إيه تاني؟ الإعتذار بقى الصادق بيهتم بالتعاطف وأهم حاجة يرجع الكرامة للناس المساء إليها اللي اعتذار مش دلالة على الضعف ده دلالة على القوة ليه؟ لأننا بجمح نفسي أنا قادرت أسيطر عن نفسي وتملكت من نفسي واعتذرت طب أنا واحد قوي قادر على نفسه يبقى هيقدر على الآخرين إنه واحد مش قادر على نفسه يبقى إزاي هيقدر يقصر في الآخرين يقصر في الآخرين طيب إيه بقى أرضه اللي اعتذار بيعمل إيه؟ بيمحوا أثار القراهية لما أنا بقى اعتذر لك ما بقاش فيه قراهية طيب ده كلام جميل جدا تعال بقى ورينا العلم دوت اللي هم المفروض الرؤساء بيبقوا على الطلاع بيه أو القادة على الطلاع بيه أو رؤساء الوزراء على الطلاع بيه طيب قبل ما نقول علم إحنا بنقول ده ليه؟ عاوزين نسبق بخطوة عاوزين إحنا كمسئولين وكدولة نكون سابقين بخطوة لو حصل معنا مشكلة زي اللي حصلت في أمريكا وهنجلها بتتحل إزاي؟ هو في علوم لكده؟ آه في علوم لكده طب هو المسئول فيه بلام معاه أو خطة معاه يطلع يعامل واحد اتنين تلاتة أربعة الأزمة لكنك جبت إنت لو نار أزمة دي عبارة عن نار لكنك جبت مية طفت الأزمة طفت النار ببعنا صح طيب تعال بس ناخدها كده إيه؟ وحدة وحدة العلم ده بيقول إيه؟ أو بيبدأ إزاي؟ لأن خلي بالنا فيه حاجة اسمها العلم النفس السياسي هنتطرق ليه بالراحة كده ونقول علم الاعتذار بيقول إيه؟ طيب نيجي بقى على الصبورة بقى كده عاوزين نقول إيه؟ حلول الأزمات بالاعتذارات إزاي هنقول أزمة ونعمل إزاي اعتذار ليها طيب الأول الصبورة كده معنا يا جماعة معنا كده يا جماعة الصبورة طيب نتكلم على ما نحضر إيه؟ الصبورة يعني كده شوات حاجات كده نقولها كده من العلم السياسي العلم النفس السياسي يعني بيقول إيه؟ كثير من الناس بينظروا الأخطاء على أنها إهانة موجهة لكرمتهم وشرفهم طيب ده كلام جميل أول لما هي موجهة بقى لكرمتهم وشرفهم بيعتبروا بقى الإهانة دي صورة من صور الانقصار والإزلال يبقى أي حد أنت بتقطع ليه بياخده على كرمته وبياخده على شرفه طيب وبعد كده بيقولك أنا انقصرت وتزليت يبقى اللي بيعتذر لازم يحط دي في الاعتبار أول حاجة يردله كرمته وبعد كده يشوف بقى حقه هنجيلها بلوقتي طيب الإنسان كتلة من المشاعر والأحاسيس دي حاجات ناخدها في الاعتبار ممكن نيجي مع بعض بقى كده على الصبورة طيب أنا بس جايب ده عشان هنوضح عليه وهنقول عليه اللي حصل في أمريكا واللي حصل في أستراليا واللي حصل في بولندا عشان بس نسفيد منه يعني أول حاجة لازم اعترف بالخطأ لازم اعترف بالخطأ وأذكره ومنتهى الضدقة لازم يتقال الخطأ إيه طيب تاني حاجة بقى مسئولية الخطأ الكلمة السحرية لازم أقول أنا آسف لازم أقول أنا آسف ما قدش بقى أتحجج ما قدش أقول مبررات ما قدش أقول أعذار طيب هل أقول بقى أسباب يعني أعد أقول سبب والله يا جماعة مشكلة كذا وكان حصل كذا زي مثلا مشكلة جورج بقى الله يرحمه بتاع أمريكا ده أعد أقول بقى أنا وانا رئيس أو أنا مسئول أجا أوضح أعد أقول أصل هو كان بيجري مني وكنت الأسباب دي ممنوع تقول أسباب لو الطرف اللي انت أسأت إليه لح عليك وقال لك أحد يقول مرة واثنين وتلاتة واربعة لازم تقول هنا بقى لازم تقول طيب ولما تيجي تقول عشان ما حصدش خطأ لأن الحاجات دي مهمة جدا ممكن بدأ ما تبقى ليه تبقى عليك لو جيت تقول تحكر شوية من الخطأ وما تجملوش تشوه صورته يعني شوية يعني تشوه صورة الشرطي اللي عمل الحركة اللي موت بيها جورج دي ما تتعطفش معاه وتقعد تقول أصلا ما كانش ده غلط هنا مش هتقبل أنا بتكلم علم نفس سياسي طيب ده كلام جميل يبقى الأسباب لا تذكر إلا بالإلحاح ولو أنت قلت الأسباب لازم تشوه صورة المخطأ ما تجملهاش ده غلط طبعا إحنا بديعمل الكلام ده ما إحنا عاش عافين ده علم ونعود ديقول مبررات أصابة كانش ده غلط الناس مش هتستقبل ده قدام منك آه إحنا اتراضين بس هي من جوها مش صاف يعنيك طيب إحنا بنتكلم على الاعتذار في المواقف السياسية أو في الأزمات ده مختلف شوية على الاعتذار بينهم بعدين شوية بسيطة طيب بعد كده بقى التعويض أنا لوقت راجل بعتذر لحد أخطأت ليه التعويض أول حاجة يكون معنوي وأهم حاجة المعنوي لأن الناس بتاخد الخطأ على كرامتها وشرفها وأكني صورة من إزلال وأنا كسرته يبقى لازم أعوضه تعويض معنوي أول حاجة تاني حاجة بقى التعويض المادي هوريكم بقى أمثلة وفيديوهات للحاجات دي طيب آخر حاجة بقى الوعد إن أنا ماكررش الخطأ تاني لازم أسكر كده أقول في الآخر كده أوعدك إن الخطأ ده مش هيتكرر تاني لازم باللفز طيب ليه ليه كلام ده لإن آخر حاجة بتثبت في دماغنا احنا كبني قدمين اللي هو آخر كلام آخر الحديث إيه آخر كلام في الحديث أوه ده اللي يثبت في دماغك يبقى سبت في دماغك إن الراجل مش هيغلط فيك تاني فبتهدأ أنت بقى نفسي طيب تعالوا بقى ناخدها بقى واحدة واحدة ونجيب فيديوهات هل ده علم ولا إحنا بنتكلم كده أي كلام ولا قريين كلمتين وبنقولهم ولا إيه يعني عايزين نشوف أهمية الكلام ده لإن إحنا بنوضح ده أول حاجة لو الناس بره ما يعرفوش بنعرفهم والأهم من ده إحنا هنخطأ لازم نخطأ ابن آدم كسير وخطاء طب لما يحصل خطأ عندك أنت كراجل مسؤول في هيئة في منظمة في شرطة في مرور في مجلس مدينة في أي مكان في وزارة أنت تعالجوا بقى إزاي كراجل مسؤول هنقول بقى العلم ده علم هو مجرد هورهولك بقى عملي وخليك تلمسه يبقى أنت فيه بلان عندك كده تقدر تعمله طيب مش السعز بقى كنترول يحضر لنا فيديو كده عشان نجيب بقى عملي شوية فيديو اعتذار بولجس باجن نشوف الفيديو وعلق لك عليه فيديو اعتذار شركة بولجس باجن بتاعت السيارات معي يا جماعة عاوزين نقرض فيديو اعتذار شركة بولجس باجن فضيحة السيارات الملوثة تضرب شركة فولكس باجن في الصميم القضاء الامريكي اعلن عن فتح تحقيق جنائي بعد اقرار اكبر مصنع للسيارات في اوروبا بتزويد السيارات ديزل ببرمجيات تزيف بيانات التلوث الشركة التي تواجه غرامة بقيمة 18 مليار دولار قدمت اعتذارا رسميا دعونا نكون واضحين حول هذا الموضوع الشركتنا لم تكن شريفة مع وكالة حماية البيئة ومجلس موارد الهواء في كاليفورنيا ومعكم جميعا وبتعبير الماني افسدنا كل شيء صورة فولكس باجن تلقت ضربة قوية بعد الكشف عن هذه الفضيحة في كوريا الجنوبية سيتم اجراء اختبارات معمقة للكشف عن البيانات الملوثة في ثلاثة انواع من السيارات التي ينتجها العملاق الالماني سهم فولكس باجن تراجع الى ما يزيد عن 17% لتتكبد الشركة خسارة بقيمة 15 مليار يورو شفنا بقى شركة من اقوى الشركات في اوروبا واعلى الشركات ما بيعت شركة فولكس باجن اللي هي بتاعت السيارات طيب الشركة صناعت حاجة وراحت دحكة على البيئة وجابت جهاز يقيس العوادم خطأ فطبعا ده هيدر البيئة هي دحكت بقى الكلام ده دحكت على الناس في امريكا فامريكا لا لاقت ان العادم كبير والكلام ده طلع خطأ ولاقت ان في عوادم كتيرة فبتقاد الشركة الشركة بقى في خطأ دلوقتي احنا بنكلف فلوس 18 مليار دولار يعني مش الناس دي مش عبيطة تروح تدفع 18 مليار دولار بتلحق نفسها وبتعتذر لأسف بس نص الاعتذار ما قدرتش اجيبه بس بقولك ان في ناس بتدفع فلوس وبتعتذر هوريك واحدة واحدة هنيجي البديوات النص بيكون ازاي او ازاي المسؤول بيقول الاعتذار ده يبقى غرموا 18 مليار دولار تعويض على الاعتذار يبقى عملوا اعتذار واعلنوا يبقى اعترفوا بالخطأ وبعدين اعلنوا وشالوا مسئولية وعملوا تعويض اللي احنا قلناه على الصبورة يعني انا عاوز انما اتكلم هتلاقي الصبورة برضو موجود معنا اللي هو الاعتراف بالخطأ الاعتراف بالخطأ وتحملوا مسئولية اعترف بالخطأ وتحملوا مسئولية والتعويض دفعوا 18 مليار دولار وفي نفس الوقت برضو قالك احنا مش هنكرر الكلام دوت تاني الوعد بعدم تكرار الكلام ده تاني يبقى خلي بالك الناس دي مش مشا كده وخلاص لأ فيه علم مشا بيه طيب احنا كده قلنا الفيديو بتاع ابو فلوس يعني تعال نتكلم بقى يعني احنا هنا ايه من قناة الصحة والجمال بنبعت للسيد الرئيس تراب ان فيه علم اسمه علم اللي اعتذار ولما الرئيس تراب جه اول رد فعلي ليه بعد حادث جورج فلويد كان مالوش علاقة بعلم الاعتذار للأسف طيب هل ده يعني هو ما يعرفش انا اعتقد ان هو ما يعرفش او مفيش حد وره له حاجة زي كده او عرض عليه حاجة زي كده وجهة نظري ان فيه اسراع سياسي وهزبطه لكو برضو فدي حاجة برضو بتوقع السياسيين احنا بقى من خلال قناة الصحة والجمال ومن مصر يا رب صوتنا يوصل العلم ده يكون عنده لان فيه جورج فلويد ده الله يرحمه توف وفيه جورج فلويد تاني وهيبقى فيه جورج فلويد تالت لو ما تعملش ده وتلحق يبقى دير سالة احنا بنوجهها من مصر من مببر قناة الصحة والجمال بنقول رئيس ترامب خلي بالك من ايه هعرض لكم الفيديو وعمل ايه وقال ايه والصحة كان المفروض يقول ايه لسأزبها كونترول يعرض لنا فيديو الرئيس ترامب بعد اذن الكونترول وعن الشعب الامريكي لقد اقسمت بانني ساحترم قانون البلاد وهذا ما سافعلها كل الامريكيين كانوا قد سئموا وغضبوا من المقتل الفضيع لجورج فلويد وادارتي ملتزمة تماما بانه لعائلة جورج ولجورج نفسه سيكون هناك عدالة ولن يموت سدى ولكن لا يمكن ايضا ان نجعل هذه اصوات المتظاهرين السلميين تختطف من قبل عصابات وطبعا الضحايا هنا هم هؤلاء الفقراء في مجتمعاتنا وانا كرئيس بالنسبة اليهم ساقاتل لأحميهم ساقاتل لأحميكم انا رئيسكم رئيس الامن ورئيس النظام وساحمي كل المتظاهرين السلميين ولكن في الايام الاخيرة بلدنا كان قد حضر فيه العصابات واسحاب العنف المجرمون والمخربون وانتيفة واخرون والعديد من الولايات والحكام قد اخفقوا في اتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية مواطنهم وكان هناك الكثير من الناس الذين ضربوا بوحشية مثل الرجل الذي ضرب في دالس والذي قتل ضرب حتى الموت او المرأة في نيويورك التي هجمت بضراوة من مجموعة اجرامية خطيرة كما ان بعض المتاجر قد خربت ودمرت وايضا كان هناك ناس في نيويورك وايضا ممرضون قد يخشون ان يخرجوا من ديارهم في نيويورك كما ان هناك نقطة شرطة او مركز شرطة قد هجم بقرب من منصب لينكلن وايضا كان هناك منصب للحرب العالمية الثانية تم تخريبه وحتى احدى الكنائس التاريخية احرقت وضابت شرطة في كاليفورنيا طيب احنا كده شفنا اللي قاله بقى الرئيس ترامب ده ملوش علاقة بالاعتذار طيب العلم ده موجود في امريكا موجود في امريكا وطبقوه في العراق في الردونية وهنقولهم طبقوه ازاي يبقى العلم ده ما توفرش للرئيس طيب كل اللي قاله الرئيس ملوش اي علاقة خالص بالاعتذار لو كان اعتذر الرئيس كان حقن الدماء كان ورى المخطئ ايه خطأه وكان هالمتظاهرين هديوا وقبلوا الاعتذار زي ما هريكوا نمازك دلوقتي وكانت المشكلة انتهت انما المشكلة بتكرر التاني مع جورج فليود التاني اللي هو بروكس اللي كان قاعد قدام المطعم وراح عليه نومة فجري وراح فاتقتل برضو في الاخر طب لو كان قدامه وجود كانت الشرطة عرفت هي ايه ضرارها او ايه غلطها وكان برضو في نفس الوقت اتخلصنا احنا بالمشكلة او الازمة دي طيب عاوزين بقى نتكلم بقى على ايه ما تجيب لنا نص كده عاملي نقدر نقول النص العاملي دوت حد اعتذر فيه حد مسؤول بقى تاني خلاص احنا كده خلصنا من الرئيس ترامبو واللي قاله مالوش علاقة بالاعتذار طيب ماشي نقول برضو الحاجات برضو لو قالها يعني مثلا ما اعترفش بالخطأ قال احنا الفلود هنجيب عدالة لفلود و هنجيب عدالة لأسرته طيب ده كلام احنا مالي اعتذار هات المشكلة وقول المشكلة فين وعلاجها ازاي برضو قالك اتكلم على الفقراء واتكلم على ساقوقات لأحميكم وانا رئيسكم ورئيس الامن كل الكلام ده الناس مش عاوزة لحاجات دي وانت مش رئيس انت فعنا الرئيس وانت رئيس الامن وانت رئيس المتظارين السلميين كل ده مالوش علاقة بالازمة اللي احنا فيها الازمة دي محتاجة اعتذار طيب الازمة دي محتاجة اعتذار لسبب بسيط جدا ايه هو بقى تاريخ امريكا كان بيكتب على المطاعم ممنوع دخول الكلاب والزنوج يعني الجماعة الصوت فيه مشكلة في المجتمع الامريكي بين الجماعة زوء البشرة الصمراء المشكلة دي ما تحلتش من جدرها بتاخد مسكنات ما عطقتش ان فيه بقى اصلا الرئيس ما ياخدش برمنا حاجزة كده اكيد موجودة لو كان عمل بقى الاعتذار ده زي ما هوريكوا تعمل في دول تانية كان الموضوع انتهى وكان عالج المشكلة دي وكننا خلصنا بقى لنبقى طبعا نتج عندها ايه بقى حرايق بقى وإسان بتتحرق وزابة شرطة قتل ومطاعم بتتحرق مظاهرات بقى وتخريب طيب سواني بس كده يا جماعة معي عايزين بس نقول نص معين عايزين نقول نص معين للي اعتذار عشان بس نقول ده علم ولا مش علم يعني مثلا ناخد اعتذار رئيس وزراء استراليا رئيس وزراء استراليا اسمه كيفن راد الراجل ده في سنة 2008 السازن الكنترول يجيبه لنا صورة كيفن راد اللي هو رئيس وزراء استراليا الراجل العظيم ونقول هو ايه وعمل ايه وحاجة جميلة والتزم بالعلم بتاعنا اللي هو علم الاعتذار وهقول لكم عمل ايه طيب انا هتكلم بعدما نكونترولي حضرنا الصورة بتاعة كيفن راد عن الراجل العظيم ده طيب الراجل ده عمل ايه او ايه اللي حصل بقى مع الراجل ده عاوز اقول لكم تمام كده عاوز اقول لكم النص اللي هو طلع قاله طيب نقول بس المشكلة الاول ايه في استراليا المشكلة في استراليا الأصليين بيتعاملوا معاملة سيئة الدولة والبرلمان والحكومة بتعملهم معاملة سيئة ما لهمش حقوق شوية قوانين مكحفة ليهم يعني الراجل دي في 2008 قدم اعتذار رسمي فيه حاجات للأولى دي هقول نصه يبا احنا قلنا الرسالة بنوجهها بنبعت هديا من مصر لسيطة الرئيس ترامب اللي اعتذار بيكون كده كعلم وفي نفس الوقت بنقول لأي مسؤولة عندنا ازاي تعالج أزم عندك بص الراجل قال ايه نص اعتذار رئيس الوزراء الأسترالي عن إساءة معاملة الأقلية من السكان الأصليين قال ايه بقى بالنص الى جميع الأجيال التي سرق منها تاريخها اكر بما يلي كرئيس وزراء أستراليا انا آسف بالنيابة عن حكومة أستراليا انا آسف بالنيابة عن برلمان أستراليا انا آسف انا هنا اقدم اعتذاري دون تردد ده اللفظ اللفظ اللي هو يتقال واعتذر عن الأزى والألم والمعاناة التي تسببنا فيها من خلال القوانين التي شرعتها البرلمانات السابقة تمام خلي بالك بقى لو على الصبورة كده معايا مثلا على الصبورة هتلاقي عندك ايه اعترف الخطأ وشال مسئولية الخطأ وهيعوض برضو الناس هذا العلم اللي احنا بنقوله يبقى واضح ليك وانت بتقوله يبقى انت عارف العلم مش ازاي والاستقبال والعلم ده اعترف الخطأ وقال انا اسف كلمة السحرية وقعدش يجاب مبررات اسلحنا كنا كانش قصدنا ما جابش الكلام ده هيعدل بقى التعويد قال لهم الكلام معنوي وهيعدل لهم القوانين اللي هي المادي وهيوعد بعدم تقرار الخطأ دوت ان احنا ما ده اعملش قوانين مقحفة اكمل لكم بقى لان ده حاجة جميلة جدا حصلت في استراليا بس اكمل بس النص بتاعه نحن نعتذر عن بست بقى اهدار الكرامة نحن نعتذر عن ايه اهدار الكرامة نعتذر عن الاحتقار نعتذر عن المهانة شوف الراجل بيقول رئيس وزراء حاكم البلد بيقول ايه تبدأ يلا من شأنه بالعكس ده بيبين مصداقيته يبدأ بيبين مصداقيته تمام فبيقول بقى ايه اهدار الكرامة والاحتقار والمهانة التي جسدتها القوانين ونحن نقدم اعتذرنا إلى ده جاب الأشخاص الأمهات والأباء والإخوة والأخوات طب بتعتذر عن إيه؟ عن سرقة لزة الحياة بسبب ممارسات الحكومات نتج عن ده إيه بقى من الجماعة اللي هم الأقلية هل هم الأستراليين الأصليين نتج عن ده إيه؟ خدوا كلمات اللي اعتذر أنا آسف ديت وعملوها أغنية وحققت أكبر مبيعات للأغاني اللي موجودة وخدت رقم أربعة على مستوى أستراليا الراجل العظيم اللي هو كيفن رات يبدأ بنتكلم علم لو التزمت بيه النسبة إيه ده أوريكم حاجات يعني أقوى من كده حاجات يعني لا تتخيلها طيب ده بالنسبة لرئيس الوزراء الأسترالي اللي هو كيفن رات طيب إحنا عايزين نتكلم برضو على إيه؟ هو أنا ما أجي أقدمي اعتذار الوقت بيفرق والمكان بيفرق ده الوقت بيفرق جدا بالمناسبة الاعتذارات اللي حصلت في أمريكا الراجل جورجي فلويد بيت يوم 25 من شهر 5 البرلمان أو الكونجرس الأمريكي وهوريكم برضو يوم ستة يوم تسعة ستة لسه بيعمل الاعتذار يعني بعد 15 يوم ده الناس دي كده؟ لا ده الإدارة كده فيها مشكلة لأن أمريكا عملت حاجة في العراق الاعتذار كان سريع جدا عندها العلم ده من ما اتطبقش إليه؟ لا هنا فيه عايزيني فيه صراع سياسي فيه صراع سياسي طيب تعالى نتكلم على وقت الاعتذار هل هو مهم وقت الاعتذار ولا مش مهم عشان نقدر نحلي بيه أزمة طيب الجنرال بقى ده جنرال عسكري اسمه إيه؟ دوجلس ماك أرثر قالك إيه بقى الهزائم العسكرية سببها الرئيسي التأخير أخروا الوقت ما كانش فيه اتخاذ قرار في وقت مناسب فيه تفكير شوية أدي أدي حل أزمة ودي حرب طيب الوقت بقى يكون إزاي؟ عشان يكون أكثر فاعلية وأقوى حاجة الاعتذار محتاج يكون إيه؟ كل لو كان في نفس الوقت والتول اللحظة بيبقى قوي جدا طيب لو ما الحقناش يا سلام لو بعد ارتكاب الخطأ مباشرة يعني لو حصل أزمة وطلع الرئيس الأمريكي في أزمة جورج فلود وقال اعتذار كان الموضوع ده انتفق إنه كده عشيد أنا أشك إن حد منع عنه المعلومة دي أو ما دلوش العلم ده طيب يبقى التأخير في الاعتذار بيسبب إيه بقى؟ بيخلي المنتقم طلباته أو بيخلي المسائل إيه؟ بينتقم أكتر فالفاتورة بتاع دفع الانتقام بتعلى فطلباته بتكتر بيغل أكتر وكرباج الشيطان شغال انت أطفي ده بقى انت كراجل مسؤول اطفي ده قول مين الغلطان والخطأ فين وخلي المكان أو انت اعتذر بالنيابة عنهم وعوض الناس اللي هم بقى اتسأل ايهم؟ كده انت حلية الأزم طيب مكان الاعتذار هل بيفرق مكان الاعتذار؟ طبعا بيفرق جميل جدا طيب أقول الاعتذار من عندي من مكاني كده ولا أروح لمكان الراجل اللي أسأت ليه؟ لا ده بقى لازم أروح راعي الراجل المسائل طيب ما تقول لنا حاجة عملية بقى عشان الكلام ده نقدر نلمسه هقولوكو حاجة عملية حصلت عشان كده بقولوكو الرئيس الأمريكي اتمنى عنه العلم ده ده مثال علمي وعملي حصل الكلام ده من الإدارة الأمريكية أثناء غزو العراق هوريكو حاجة بسيطة كده يعني في سنة 2008 الميليشيات العراقية جنود عراقيين راحوا مركز تدريب الشرطة ومركز تدريب الشرطة ده كانوا بيتضربوا فيه الشرطة على إطلاق النار فالراجل اللي العراقي ماشي فلقى مصحف مصحف كريم مضروب عليه النار المجلد الزيادة كده اتضرب عليه النار وسوري يعني يعني مخروم يعني يعني في حد ضرب عليه النار هل ده يمكن طبعا ده الراجل استشط غضبا والدايق وحس بإهانة رهيبة جدا جاب المصحف ده بيبص فيه لقى فيه واحد كاتب كلمات باللغة الإنجليزية وكاتب الكلمات ده تسيء وتهين المصحف الكريم طيب الخبر ده بقى انتشر زي النار في الهاشين كل القبائل عرفت الناس بقى استشطت غضبا وانت انت ملمس بقى يعني هنخش في صراع ديني فالناس هتمسك بقى جنوده في أمريكا هتحصل مشكلة جامدة جدا وهي بقى صراع دموي دموي عشان كده بقول لكم الإدارة الأمريكية الحالية اللي علم ده اتمنع عن الرئيس ترامب هكمل طيب الراجل بقى عمل ايه استشط غضبا والدايق والناس عرفت رد فعل الناس ايه قالت لك قرامة الإسلام تحتاج إلى ثورة ده الناس العراقيين القبائل ونادى بعض الرجال ان احنا لازم ننتقم للدين ونسأر للدين ادي موقف حصل وازمة حصلت وشوف بقى الناس قاعدين وعندهم محتل وسأل دينهم هيعملوا معا ايه طيب هنا بقى الى اعتذار ممكن يحل اه طبعا هنا الى اعتذار ممكن يحل طب يحل بقى ازاي الى اعتذار او كيفية حل بالاعتذار بص بقى انا هقرى النص اول حاجة الرده كان سريع وكان مباشر وكان دقيق بعد اسبوع واحد من الازمة ديت بعد اسبوع واحد بص بقى الفرق بقى بعد خمستاشر يوم الكونجرس الامريكي والرئيسة والاعضاء بيعتذروا وبيعملوا حركة نعلق عليها مش معمولة اباء برضا بيعتذروا عن موت جورج فلويت والرئيس الامريكي بيقول كلام ملوش علاقة خالص بالحادث اللي حصلة او ملوش علاقة بعلم اللي يتظهر هل يمكن كده الرئيس مباشر عارف حاجة زي كده لأ ما تعرضش عليه حاجة زي كده عشان كده بيقول احنا بند الكلام ده اول حاجة لانفسنا احنا برضو عشان نعرف وليبقى سابقين بخطوة كمسؤولين او كحكومة هل العلم ده بينفع ده بينفع هتشوف دلوقتي عاملوا ايه الجنود الامريكان في مصحف انت بتتكلم على صراع ديني هيتم هيبقى فيه دم للركب طب ايه اللي حصل بقى بص هرجوا اللي احضار بالنص اول حاجة جي وفد امريكي عالي المستوى من الجنود الامريكية من الجيش الولايات المتحدة الامريكية وصلوا فين وصلوا لعراق طب ايه اللي حصل بقى طلبوا ان يقابلوا شيوخ القبائل وجوم ناس تانية مع الشيوخ القبائل كتير جدة فخافوا يحصل فيه هرج ومرك فخدوا الشيوخ فقاعة كبيرة وعملوا اسلاك شائكة الناس وقفت حواليها طيب هو مين بقى اللي جيه جي القائد الاعلى الجنرال جيفري هاموند ده قائد الفرقة البشاء رقم اربعة الراجل ده قال ايه بقى بص النص شن تعرف ان ده علم وهم اطبقوه بس يبدو ان محدش ادى للرئيس ترامب العلم دوت عشان يقوله ويطفل المشكلة هم عزين يبقى فيه مشكلة من الاخر يعني طيب قال ايه بقى الراجل ده بقى اللي هو جيفري هاموند شن نعرف ده علم ولا بص قال ايه بكل خجل انظر اليوم في عيونكم واستجديكم ان تسامحونني وتسامحوا جنودي فهذا الجندي وذكر اسمه الركيب دوت قد حرم يبقى اعترف بالغلط ارجع للصبورة معايا كده الراجل هيعترف بالغلط انا هقول واحنا بقى على الصبورة كده الراجل اعترف بالغلط بكل خجل واعترف بالغلط طيب الحاجة التانية بقى الحاجة التانية بقى شال المسئولية الحاجة التالتة طيب احنا بقى عاوزين تعويد بقى معنوي ومدي ونشوف هقرى واحنا على الصبورة كده يبقى كل خجل انظر اليوم في عيونكم واستجديكم ان تسامحنني وتسامحوا جندي فهذا الجندي ذكر اسمه قد حرم قد احنا عاوزين تعويد بقى قد حرم من شرف الخدمة في الجيش الولايات المتحدة الامريكية وشعب امريكا يبقى هنا فيه مقابل للخطأ طب ايه تاني بقى ده عامل حاجة رهيبة جدا طلع بقى واحد تاني بعدما الرئيس بقى دوت رئيس الوفد اللي جاي الراجل الجنرال ده طلع تاني رواق تاني الكولينيل اسمه تيد مارتن الراجل ده عامل حاجة رهيبة جدا وهناكه في علم اللي يتظهر اول حاجة الراجل ده كان هو اللواء بتاع الفرقة اللي موجودة اللي حصل فيها القطأ اللي الرقيب او النقيب اللي عمل الجندي الامريكي عمل الموضوع ده الراجل ده طلع اول حاجة هقولكم الكلمة ازاي تحدث باللغة العربية اول لما جات له الكلمة قال السلام عليكم ورحمة الله حيا الناس بتحية الاسلام هل ده كلام كده بيتقاله خلاص هل الراجل ده يعني جات له خاطرة كده في ذهنه وقال ايه اقول لهم ايه اقول لهم السلام ده علم هو عنده الكلام ده ده انا هوريكو ايه اكتر من كده بكتير عشان المسئولين يخل بانه طيب الراجل ده ايه بقى تحدث باللغة العربية السلام عليكم ورحمة الله ان ما فعله الجندي كان خطأا فادحا بص للصبور انا بكلمه كان خطأا فادحا قال الخطأ وقال الفعل بتاع الجندي وقال له قال ان ده خطأ فادح يبقى حدده بدقة كان خطأا فادحا ولقد اوقب بشدة يبقى احنا عايزين تعويض عمل ايه ولقد اوقب بشدة بتارده من الخدمة بسبب فعلاته الشنيعة المشينة ايه النص بقى التاني بقى والحاجة الجمدة اللي عملها الراجل ده بص وبخوا القائد الاعلى لجيش الولايات المتحدة الامريكية حرمانه من اي اوسمة مقدمة ليه او من اللوة بتاعه وبص بقى الراجل عمل ايه بقى عشان بس تعرفوا ان الكلام ده ده علم الراجل جاب المصحف ده كده عمل ايه بقى لما جاب المصحف اول حاجة جاب المصحف معايا يا جماعة رح عمل كده شوف الصدب تاعي لمواغزة التقبيلة ده عمله قدامش يخل قبائل طب وبعد كده اول حاجة اللي اول عمل كده ناس بصتلو تاني حاجة كده تالت حاجة كده قدامش يخل قبائل ورح ماسك المصحف ده رح لأحد شيوخ القبائل ورح مدينه المصحف وقال له انا اسف طيب أحد شيوخ القبائل بقى رد فعله ايه بالنص أحد شيوخ القبائل طلع على المنصة وقال ايه باسم كل شيوخ القبائل نعلن قبولنا للاعتذار المقدم اتطفت العملية قالي الازمة اللي احنا بنقولها ان فيه علم يبقى القادة اللي جايين دول من امريكا اختاروا الوقت ما عداش اسبوع كان هيحصل طحن ناس قاعدة محتلة او بتاخذوا اخطأت في اهل الناس دي في دين الناس دي فكاتها تتدبح علجوا الازمة دي يبقى ده علم هو بقى يبقى الكلام ده مش هباءا كده ده الراجل جاي عارب بيقول ايه ويقوله امتى وبعدين هل الاعتذار الاقوى اللي هو اللفظي يقول كلام ولا الاعتذار الفعلي او العملي او الجسدي انهو اقوى لا الفعلي لما شال المصعب وحطه الناس اتطفت خالص تبدأ علم ايوة ده موجود وبنقوله هو يبقى ده كان المفروض بحد كان ننبه الرئيس ترامب لحاجة زي كده كان نغلص العملية الكارسى بقى ان احنا في كورونا وازمة والناس يعني هيبقى ازمة الصراع سياسي ومعاك ازمة تانية برضو كورونا بقى نخش بقى في مرب بقى ما نشايله علاج احنا عندنا بالنسبة احنا بخطوة بننبه احنا بقى حكومتنا وحكومات الشرق الاوسط بننبهها وبندي هدية للرئيس الامريكي للاخطاء بتتعالج كده وقدرتك عارفها او في ناس من الادارة السابقة عارف الموضوع ده طيب عايزين بقى نتكلم على حاجة تانية مهمة جدا الراجل ده في الاخر عملها لما شال المصحف وحطه وباسه هل ده علم اه علم اقولك بقى تعالي اتكلم بقى على الاعتذارات هل الاعتذار اللفظي اقوى ولا الاعتذار العملي الفعلي بالجسد اقوى النون اقوى اقوى اعتذار هو الاعتذار العملي او الفعلي او الجسدي اقوى من اللفظي هو اللفظ مهم بس الاعتذار الفعلي ده قوي جدا بيأثر تأثير رهيب في نفس الوقت ده الشيخ القبائل قاله قابلنا الاعتذار يا عم المصحف يعني متضرب عليه نار متصوب عليه ومكتوب عليه كلمات موسيقى اه ايه بله الاعتذار ادي بقى دي حاجة حاجة جميلة جدا العلم ده جميل جدا ده بيتفعي نار محتط عليها مية خلاص بالاعتذار بالعلم ده طيب عايزين نشوف بقى مثال عملي ده راجل عظيم في رأي راجل عظيم وستسبح الكنترول يجيب لنا صورة بقى واللي برندت صورة الشخص الاول مش عاوز صورته هو بيعمل الاعتذار بعد اذنه كانت وشه بس حاضر طيب الراجل ده عمل ايه بقى ده موقف حاصل الناس المتابعة بولندا فيها مشكلة ما بينها وما بين النازية الالمانية الكلام ده حصل سنة كام؟ 1970 الراجل العظيم اللي احنا شايفينه في الصورة ده عمل ايه الراجل ده الراجل ده كان المساشر الالماني عارف علم الاعتذار طيب عمل ايه الراجل ده في مشكلة في بولندا وارسو دي دي الناس عملوا يعني انتفاضة فالنازية الالمانية جات بادت الناس دي قتلتها فعملوا نصبه تسكاري يفكرهم بيعني اقول ايه بالضحايا والناس في اللي حصل لأهل البلد بتوع وارسو دول الراجل بقى الالماني ده المساشر الالماني بقى دوت راجل مسؤول في الحكومة عاوز يقدم اعتذار تخلص المشكلة الموجودة قدب الاعتذار يبقى الراجل ده على ضرايب العلم يبقى الراجل ده عارف يعني ايه علم الاعتذار ده كان حصل في المانيا طيب نستعز بقى كنترول نجيب بقى فيديو اللي هو اعتذار الشرطة الامريكية اللي هو اعتذار فعلي ما تكلموش شوف بس الشرطة الامريكية طيب نشوف اعتذار الكونجرس الامريكي طيب نشوف اعتذار الكونجرس الامريكي ورئيسة الكونجرس الامريكي بتعمل ايه يعني بتعتذر ازاي تفضل لكم ترجمة خلي بالكم الحركة اللي هم عاملينها ديت انا عاوز اتاخد بالك من حاجتين مهمين جدا 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 الحركة اللي هم عاملينها دي دي الحركة اللي بات بيها جوجف لوت يبقى بيقولوا بالحركة دي احنا اسفين الحاجة التانية بقى هي الكوفية او التلفيعة اللي لابسين على رقبتهم دي ايه ديت دي حاجة تمسط طراص الافريقي الالوان ديت فهم بيقولوا ان احنا كده اسفين واسفين للناس السود بتوع افريقيا على الفعل اللي حصلت ديت تبداي ده يزيب صدى بقى عند الناس ايه ده يزيب صدى عند الناس اللي هم السودة ايه بس ده للأسف متأخر ده للأسف اتعمل يوم تسعة ستة والراجل ميت يوم خمسة وعشرين خمسة يعني بعد خمستاشر يوم طبعا النتج عن ده ايه قديك انت شايف بقى اللي حصل في امريكا يبقى كل ده بيحصل يا جماعة لو فيه علم بيقدر يخش بيقدر يتعامل مع الازمة ديت فبنخلص من الازمة اللي هي موجودة ديت بقى دي حاجة عظيمة جدا وحاجة جميلة جدا طيب تعال بقى نشوف ايه هو ليه ليه الناس بتستصعب الاعتذار ليه اي حد ما بيجي يخطأ كده بيتدايق من الاعتذار او ما بيعملوش ليه السبب او ايه هي الصعوبات الاعتذار ايه هي صعوبات الاعتذار بص بقى الشخص اللي ما بيجي يعتذر فيه معوقات ليه ايه هي المعوقات بتبدو ليه معوقات ايه بتبدو ليه نياف صفه فيقولك لا انا مش اعتذر بتبدو ليه انما الواقع بيبقى خطر عليه جدا ده كل ما يعتذر بيقل الفطورة او التمن اللي هيدفعه اللي هو بسبب وقساء زي ايه مثلا بيقولك ايه لا يا عمد هبين ان انا ضعيف ده معوق ايه تاني ده انا هفقد احترامي قدام الاخرين لا ما اقولش ما اعمل نفسي بشو خبين لا ما اعترفش بخطأ لا ما اعتذرش ده برضو معوق هخسر وظفتي او ترقيتي او سمعتي ده معوق ايه تاني بقى بيدخل نفسه في مشدات كلمية ده بقى هيكلمه ده هيكلمه قولك لا يا عم هيعود بقى يكلموني لا انا مش اقول ده برضو معوق بيشعر بالخزي ويبقى محرج ده ما يخلوهش برضو يدي اعتذر ايه تاني بقى يقولك انا هدي الاعداء سلاحي حربوني بيه انا ما قلوه منها الاقطاع هيقضي حربوني ويعيروني ده برضو غلط ولا حتى ده صحيح معاك ان ده صحيح بس للأسف الخطأ اللي انت عملته رده بيبقى اغلى من الحاجات دي رد الخطأ بيبقى اغلى من الحاجات دي زي النمازج اللي احنا شفناها طيب ايه تاني بقى العقبة الاساسية بقى الهروب من الاعتذار ان احنا بنقدش نستطيع التحكم من اسانق ليه يا طره هو هيطلب ايه يا طره هو هيعمل ايه يا طره رد فعله ايه لا يا عم احنا ما نقولش طب ما ده برضو غلط انت لازم تسترديه بس لما تيجي تعوضه بقى ما تقولوش ايه وانت عاوز ايه ما تقولوش ولا تخيرو لان هو ممكن يطلب منك حاجة تفوق امكانياتك طب افرض انا عاوز اعوضه ماديا اشوف انا امكانيات انا ايه وهو بيحب ايه واقدر انا قدي ايه وانا اللي اعرض انا اللي اقول التعويض ده اللي هو خاصة للمدي انا ممكن اعرضه انا طيب فيه برضو معاوض تاني اه تبادل بقى الشعور بالسلطة لو المخطئ ده كان في سلطة لو جي اعتذر اصبح هو لقل والمسئل ايه بهول في السلطة يعني بها ده اعلى وده قل ده يعوق ليقولك لا انا ما اعتذرش خاصة اللي انا مسؤول لا ما ينفعش انا اعتذر ده غلط لأسف الثقافة دي عندنا في المنطقة العربية مش موجودة للأسف ولكنها بتحل طيب هل فيه فرق بين الشعوب يعني ايه الشعوب المتقدمة بيتكبر ده وبيعيشوا بيه بتبعها كويسة اقل شوية في التعليم ما بيتقبلوش ده ما كانش القبائل القبائل العراقية ابهد بالاعتذار الامريكي واعتذار في ايه ده في حاجة تمس الدين يعني تمس عقيدة حاجة تقيلة جدا ورهيبة جدا يعني يبقى الكلام ده لأ دي طبيعة انسانية بتبقى موجودة في علم النفس السياسي انت بتبقى جواك معروف انت جواك ايه وبتغضب ولا بتغضبش وازاي انت بتفتح ازاي وبتطرد ازاي وتتغاضع عن الحق بتاعك ازاي دي علوم موجودة ما كانش الناس طبقتها ما كانش الراجل بتاع ويلي براندل ده جيه قعد على ركبته وما كانش الراجل كيفين راد ده قدم اعتذار وقال اعتذار وتعمل له اغنية من الاعتذار من الجامعة الاقلية وبقت احداث الانباء كلها ان الراجل قدم اعتذار فدي حاجة مهمة جدا اتمنى طيب يا رب نكونوا وصلنا المعلومة بتاعتنا ويا رب الحكمان بتاعتنا تطبق حاجة زي كده ونشوفكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة